المجتمع العربي كل واحد بحكي رايو ما بعرف كيف ما حكى دكتور وليد في هذا الصباح عشان يجلب لايكات وإعجابات من ناس من آخرين كل واحد عنده سبب وما بعرف شو هذا السبب اللي بخليهني نشره إشاعات وإشاعات وأخبار مغلوطة يحكوا عن القضية وعن العنف ما عندناش مشكلة أما تفاصيل وأمور بتمس مش مقبولة ومرفوضة شكلا ومضمونا بكل تأكيد وخصيصا رح نفتتح بهذه الفقرة خصيصا لهذا الموضوع رح نكمل بأمور إضافية معنا مختصة في التسويق الإلكتروني والشبكات الاجتماعية حنان حبيب الله صباح الخير أهلا وسهلا فيكي أوكي استغلال هذه المنصات بفترة حدوث الجريمة كيف تقرأيه كيف بتشوفيه كيف بيكون على الساحة الظاهرية أنا ببدأ من النقطة اللي بديتوا فيها أنتوا حول الإشاعات اللي بتم إطلاقها بعد كل حادثة واي هدف فقط لكسب لايكات وهيك؟ استخدام الشبكات الاجتماعية للأسف الشديد بما أنه إحنا مجتمع قبله ومنحب كثير الوتوتة والدواوين فعمليا بعد كل حادثة وبعد كل جريمة ترتكب بيصير فيه زي فيروس اللي بيكونش فيه سيطرة عليه من ناحية بالشبكات الاجتماعية من ناحية المنشورات ومن ناحية الأحاديث والأقاويل اللي بتصير بما أنه الشبكة الاجتماعية هي الشبكة افتراضية من الشبكة واقعية فبيصير أصعب وأصعب أنه نقدر لنحجم من كمية الأحاديث اللي بتصير وبالذات في الحادثة الأخيرة الناس يعني من الدقيقة الأولى للحادثة المؤسفة اللي صارت مع الضحية ياري أيوب بلشت في نشر عملياً يعني تفاصيل اللي هي مش موجودة في أرض الواقع واللي احنا بنعرفش إذا هي موجودة صح ولا لا وبالتالي صارت عملياً الحادثة هي حادثة حادثة اللي زي الترند اللي كان في الفيسبوك على مدار يومين اللي الكل عم بنشر الكل عم بيكتب الشبكات الاجتماعية تستغل من المتصفحين لإظهار مواقف اللي هي بغالبيتها مواقف إيجابية ضد العنف ضد النساء والعنف بشكل عام بس الشبكات الاجتماعية هي عملياً زي ما ذكرت في جملت السابقة هي ترند لأنه على الأسف الشديد يعني يومين كان فيه كمية غير مسبوقة من المنشورات حول الظاهرة بعدين تلاشت واختفتوا اليوم عملياً مش عم منشوف حدا كاتب عن الضحية بس بما أنه اليوم فيه إضراب اللي هو إضراب في المجتمع العربية بس الفكرة بلشت هي فكرة نسويات يهوديات وعربيات وتوسعت شوي شوي من خلال الشبكات الاجتماعية ودعوا لإضراب اللي هو كمان توسع شوي شوي وصار فيه جهات أكثر تدعي للإضراب والتضامن مع الإضراب وإضرابها الشبكة الاجتماعية هي الآلية اللي حركت الإضراب اليوم واللي دعت إله واللي كان فيه تصابق من أجل الانضمام إلى الإضراب حنان قبل ما نسكر دائرة هاي القضية بسياق السوشال ميديا كل فكرة سياسة القطيع اللي بتصير وإنه هيك بصير فيه شخص ينجر ورد تاني بموضوع تناقل إشعات وأخبار مش صحيحة وعارية عن الصحة والدقة كيف بتفسري هاي الظاهرة يعني ليش هاي العدوى بتصير على السوشال ميديا أنا بفسر إنه إحنا مجتمع هيك زي ما ذكرت سابقا أسلوب القطيع بالتفكير انتقل لأسلوب الفيسبوك بالتفكير يعني أنا إصلا صرت أفكر كيف الفيسبوك بالتفكير كيف الناس اللي حولي بالفيسبوك بالتفكير وبدي أترجم كمان تفكير اللي أنا بفكر بالحيال اليومية فيه بالشبكات الاجتماعية بما أنه إحنا مجتمع كثير سلبي وكثير فيه نوع من لا ثقافة احترام الغير واحترام خصوصيات الغير فعمليا أني بشوفش إنه فيه حواجز لهذا التفكير اللي إحنا منفكره بالحيال اليومية واللي إحنا منشهده طبعا فيه أحداث كثيرة صفقت بالانتخابات بفترة الانتخابات شوفنا الناس كيف كانت تكتب وترجم تفكيرها اليومي وقابليتها وتفكيرها بديش أقول متخلف لأنه بديش أظلم يعني بس فيه غالبيت وفيه نوع من التخلف يعني والقابلية بتترجم بالفيسبوك وبالتالي أحداث عنف بتصير اللي شوفناها سابقا كمان بالحيال اليومية اللي ترجمت في أحداث سابقة بالفيسبوك بس الأسف الشديد يعني إحنا هيك منفكر هذو مجتمعنا المجتمع عمليا كان يفكر وكان يحكي وكان يتداول أحاديث وتفكيره في الحيال اليومي وفي العنف اللي بالشارع وترجم السنة العنف اللي موجود في الفيسبوك ممكن أنه نحكي أنه من الجانب الإيجابي أنه الشبكات الاجتماعية إذا جميع الفئات المجتمعية في مجتمع أو بلد معين ممكن يشكلوا ضغط معين أيضا على جهات مسؤولة إذا مش عم بيقوموا بواجبهم على سبيل المثال حتى إذا كان إضراب مثل اليوم أو إذا كان في حالة معينة في بلد معينة مئة بالمئة إنه يشكل تأثير ممكن يشكل رادع ممكن يشكل فعالية ناجعة وناشحة وإيجابية أكتر إذا أنتو بتسألوني على صياق محالي للأسف الشديد إحنا سيئين في استخدام الشبكات الاجتماعية وفيش عنا استخدام وانضبط لننقل معاناتنا للشبكات الاجتماعية زي ما في فئات مجتمعية أخرى اللي نجحت من خلال الشبكات الاجتماعية أنها تقود حملات في الشبكات الاجتماعية والطالب بحقوقها من خلالها بفكر إنه آخر حملة ناجحة كانت هي في حملة إضراب أسرع عن الطعام اللي من خلال الضغط الاجتماعي اللي كان في الشبكات الاجتماعية نجحت هاي الحملات إنها توصل رسالتها للعالم كله وتحقق مطالبها من خلال الشبكات الاجتماعية أما على صعيد محلة وبالذات لما منحكي إسا على قضايا عنف وعلى قضايا العنف ضد المرأة وقتل النساء بدوافع مختلفة إحنا ما نجحنا إنه نترجم مطالبنا في الشبكات الاجتماعية لا بالعكس يعني إذا منفكر ومنشوف كيف بلشت حملة الإضراب اليوم هي ما بلشت من جهات في المجتمع العربي بلشت من جهات أخرى وكمان ما تطبقت إذا إحنا منقارن اليوم من الجهات اللي أعلنت الإضراب والمظاهرات والحراكات الموجودة في الشارع هي مش حراكات المجتمع العربي هي أقلية وحتى الوجود اللي في الشارع هو وجود قليل يعني منشوف بالفيسبوك عم بيكتبوا كثير وكمان بأليات في الشبكات الاجتماعية المختلفة بس وجودها في الشارع هو قليل يعني الشبكة الاجتماعية ما بتعكس وجود الناس في الشارع فبالتالي إحنا ما عنا استخدام صحيح للشبكات الاجتماعية من أجل نقل مطالبنا ومن أجل المطالبة ومن أجل نقل قضايانا هذا بسبب حسب رأيك أنه ما بطل عندنا كيان خاص ذاتي لإلنا لحالنا لأجل اللي ذكرتيه من شوية صغيرة التفكير صار كيف السوشال ميديا بيفكر شو متطلب منها فأنا موجود هناك بمعنى أنه تفكيري ومنظري أنه أنا حاليا إذا ده أشوف حنان أنا شايفها كفريم معين اللي ممكن أشوف وجه كيف ممكن ينرفع كصورة على الإنستغرام أو على فيسبوك أو ممكن هذا الخبر لما أنا أحكيه للجمهور أو لما بحكي مع عفاف كزميلتي بالحياة اليومية خارج الستوديو أنا عمالي بحكي معها بلغة التويتر بهذا المستوى وفي أشخاص موجودين بهذه الخاني وهيك بفكروا وهيك أسلوب حياتهم اللي ده أحكي باختصار شديد أنه الناس نقلت أسلوبها لأسلوب تفكير بفيسبوك يعني الناس بتفكر أنه هي لما بتكتب بفيسبوك معناته هي عملت لعليها فيش حاجة تنزل على الواقع والشاركة بمظاهرات فيش حاجة لما أشوفها أحكي لها إياها فكل الناس عمليا بتفكر بأسلوب الفيسبوك وبحياة الفيسبوك في الشبكات الاجتماعية الأخرى زي تويتر اللي هي يعني اللي هو آلية صارت في العالم لنقل القضايا ومحاربة قضايا مختلفة إحنا مش موجودة عندنا وكل قليل بنستعملها بس إذا بحكي عن الفيسبوك الناس اليوم مش موجودة في الشارع ومش عم تطرح قضاياها لأنها تطرحها بالفيسبوك وكمان مرة بشدد على أنه لما منكتب بالفيسبوك منفكر أنه إحنا كمنا بواجبنا التجاه اللي إحنا منفكر فيه وفيش حاجة أكثر من هيك نعم طيب هات بنفسي لقضايا الاجتماعية في هيك الحيز الافتراضي أو العالم الافتراضي نرجع شوي لأخبار الشبكة حنان لبلاك فرايدي كنقل نوعية بس نرجع شوي بالذاكرة أسبوعين ثلاثة بس أنت تمام مش نقل نوعية كله بيأثر على كله كله بيأثر على كله كله عنف شبك الاستهلاك آه عنف اقتصادي كمان عمل حالي مش طبيعية ونحكي على استهلاك بملايين الدولارات حتى بدون ما نتوجه للمتاجر أونلاين البلاك فرايدي هي الظاهرة اللي كل سنة عم تتوسع في استغلال المتصفحين في الإنترنت قبل الأسبوعين تقريبا أقل شوي كان البلاك فرايدي اللي هو شراء في هذا اليوم في تخفيضات مختلفة في كل الشبكات التجارية السنة كان فيه ارتفاع بنسبة 31% عن سنوات سابقة في المشتريات وانا لما بحكي على الإحصاء اللي كان هو إحصاء لمشتريات من التلفون يعني ظاهر كثير غريبي أنه الناس كمان مش بتصل للمحلات والشبكات وبتشتري لأ بتشتري من التلفون ومع أنه بيكون فيه تحذير كبير من قبل أنه انتبهوا من القرسنة وانتبهوا من استغلال البيانات تبعتك في الشبكات وهاي أخطر فترة على فكرة بتكون وبالذات في هذا اليوم لأنه بصير فيه استغلال لما أنت بتفتح حساب وبتحط فيه البيانات الشخصية تبعتك من رقم هوية من رقم الفيزة اللي بتشتري من خلالها وبيكون فيه تحذير شديد أنه انتبهوا هذا اليوم هو كمان استغلال من قبل الشبكات التجارية اللي هي عمليا متضحك على المتصفحين وما بتبيعين أشياء اللي عن جد بتكون رخيصة أنا شخصيا وحن من الناس اللي يعني قبل البلاك فرايد اشتريت منتج معين بالبلاك فرايد كان أغلى من الأسبوع القبل اللي اشتريت فيه وبعرف أنه هي ظاهرة استغلال للمتصفحين بس الناس اشترت ولما بحكي على ارتفاع وشراء بملايين السيني كان اشي مضحك أكثر أنه الاشتراق كان هوي لألعاب ألعاب إيش؟ ألعاب زي بلايستيرشن زي الناس اللي بتشتريها في الشبكات كان أكثر يعني من شراء الملابس والمقتنيات حتى لعبي كدمي بطلنا نشتعل أونلاين لأنه خلاص مش موجودة كلاته فيرالي كلاته موجود أونلاين للأسف للأسف طيب إيش كمان فئة المراهقين نحكي عليه هنا شوية صغيرة كمان لأي درجة عم بيستغلوا المنابر صحيح ولأي درجة هاي المنابر عم تستغلهن بالمستوى السلبي كان فيه كمان دراسة جديدة اللي أظهرت أنه المراهقين عم بيبدو إعجابهم في الاستخدام الشبكات الاجتماعية هاي ظاهرة ما كانت مرة إسه هني من خلال النشر اللي كان من خلال الدراسة اللي كانت عم بيأكدوا أنه الشبكات الاجتماعية هي اللي بتزيد الألفة بيناتهم بالتعامل مع بعض وهي اللي بتحببهن أكثر في أصدقائن وهي اللي بتخليهن على مدار الأربع وعشرين ساعة موجودين مع أصحابهن وعايشين في الحياة اليومية فالدراسة كانت غريبة نوعا ما إنه ولا مرة كان مراهقين عندهن رضا من استخدام الشبكات الاجتماعية هاي المرة على العكس تمام الدراسة كانت مؤخرا في العالم كله اللي أبدو إنه آه فيه استخدام جيد للشبكات الاجتماعية وفيه رضا من استخدام الشبكات الاجتماعية بينات بعض بميز شريحة لحسب رأيه أكتر إشي قريبة حتى من خانة الإدمان يمكن ومش إننا المتصفحين بس يمكن مش الفيسبوك يمكن بيحكوا عن السناب شات اللي إحنا شوي بحيدين عنه صحيح اللي صار أكتر يمكن عن جد هيك بميز هاي الفئات العمرية لما عم نحكي على مراهقين وشبيبين بس أحكي لكم كمان شغلي هناك يمكن أكتر صور والناس والشباب صاري والمراهقين مع كل التقنيات الموجودة هناك اللي بتخليهن يغيروا شوي من أشكالهن ويحببوا بعض فيهن فتبكروا الدراسة نسحت هناك مش بالكتاب بأخذكم على موضوع ثاني اللي هو التنمر اللي موجود بالشبكات الاجتماعية اللي كل الوقت عم بنحكي عنه اللي سبب حالات انتحار في بعض الأحيان في العالم في تطبيق جديد اللي أوجدوه اللي بعده مش مستخدم في دولنا بعرفش وانت بيصل أصلا اللي هو بحد من ظاهرة التنمر ضد المتصفحين هذا موجود على فيسبوك ولا تطبيق بحد ذاته تطبيق أوجدوا الفيسبوك للاستخدام ضد التنمر ضد المتصفحين اللي هو موجود إسا مش موجود في بلادنا بس موجود في دول أخرى في العالم اللي بلشوا فيك هناك كأنه بالفكرة لفحص مصداقيتو كده بنجاح من خلال اللي التطبيق كيف قاليتو إيش هو بالضبط التطبيق هو كالتالي عمليا شيفرة الموجودة فيها كلمات ضد التنمر يعني إذا فيه كلمة معينة بيستخدموها مثلا السمنة إحنا بنحكي على ظاهرة السمنة مثلا كمثال عشان كمان مشاهدين يفهموا بالضبط إيش التنمر إذا فيه ولد مثلا بعاني من سمنة في الحياة اليومية وبنقلوه للتنمر ضده في الشبكات الاجتماعية من خلال هذا التطبيق فيه كلمات معينة اللي بفحص مثلا إذا فيه فيديو أو فيه منشورات اللي بتطلع على الشبكات الاجتماعية فيها كلمة سمنة أو كلمات اللي هي عمليا بتلقط إنه هون فيه حالة تنمر ضد متصفح معين فبتوقف هذا المنشور وبتمنع إنه يستمر وبتمنع انتشاره جميل أنا مبسوطة بتأمل يوصل بسرعة أنا زي ما حكينا يعني ظاهرة التنمر طبعا هي موجودة بالعالم الواقع ولكن أيضا بالعالم الافتراضي جدا مزعجي وسببت لكتير مشاكل وزادت وعنجد كان فيه أشخاص اللي مع الأسف وصلوا إلى حالات الانتحار جزيل الشكر لإلك حنان حباب الله نورتنا في هذا النهار وقفتتنا بكل تأكيد إن شاء الله هذا التطبيق يوصل سريعا سريعا لعنا شكرا نحن نسعد صباحي